اشتركوا في القناة وهي آتية من أجل الإخبار بتمديد الإضراب ليس إلا الإضراب حق دستوري حق مشروع تمارسه الأستاذة لكن تواجهه تعنط هذا المدير ديال هذه المؤسسة الذي طردها كأنها غير منتمية المؤسسة رغم أنها هي مضربة ولا زالت تشغل المؤسسة وعندها تعيين في هذه المؤسسة لذا نحن من داخل إطارنا العتيد تنسيق الوطنية الأساتيدة التي نفرضها لهم تعاقد نحن اليوم جئنا هنا مدرية موليرشيد لنجسد هذه الوقفة احتجاجا على الحقرة على الحيف على الشطط على الاستبداد على الطغيان دعا بعض المدارع وبعض الإداريين الذين يحسبون على هذه الهيئة ظلما وعدوا أستاذ ساناء صادق ودرس بمدرسة عبد الكريم الخطابي إذن كما تلاحظون الوقفة خلفه هي جاءت من خلال بين قوسين ما تعرضتوا له صباحة البارحة باختصار أحكي موقع يوم الإثنين تحقت بالمدرسة اللي كي أعبر عن إضرابي أو أمدد إضرابي الذي دعت له التنسيق الوطنية للأساتيدة الذي نفرض عنه التعاقد فإذا المدير يقول لنا فكرة مزيان يعني حاولوا تفكرة مزيان يعني تتحقوا بالأقسام وقلت له بالمصطلح الفرنسي أني دي ماتور دي واكسيني اي دي ماجر إذن فإذا بيوم ثلاثة عندما أتيت للمرة الثانية لأمدد الإضراب فإذا بيه يقول لي بقفية الحال من هذه الجملة اللي قلت ليا دي أني دي ماتور أني دي دي واكسيني اي دي اي دي حتى الحيوانات ذلك هي ملقاحة بعد ذلك بعد الحوار قال لي بأنك دفعتني لإرسال بتلك ذلك المصطلح دفعتني لإرسال انضار بالطرد يعني أنه لم ي كان يتوفر على انضار بالطرد لم يرسل إلا بعد تلك الجملة وقال لي لا تعتبري بأن هذا قال بالفرنسية لا تعتبري انتقام بل هو اعتراف انه انتقام مرة أخرى قال لي بأنه هو تواجدك الآن مؤسسة غير قانوني قلت له لا أستاذ توقع أنني سأتي مرة أخرى لأمدد الإضراب فقال لي لا مجيش بحاله قال لا مجيش للمؤسسة تتواجد غير قانوني مطلب الحالي الآن أنه ليست هناك قوة تمنع دخولي من المدرسة أنا لست متغيبة عن العمل أنا مضربة والإضراب يكفل لي الضصور إذن أنا لم يمارس حق كفله لي الضصور وليس لأحد الحق بأن يمنعني من ولوج المدرسة لأمم ومدد الإضارة تشابة لنداء التنسيق الوطني الأساسي الذين فرض عليهم التعاقد ترجمة نانسي قنقر